من جهته أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الرباعي أن حكومة عدل عبد المهدي سوف لن تستمر في حال عدم تطبيق البرنامج الحكومي مشيرا إلى أن اختيار عبد المهدي لتشكيل الحكومة جاء بناء على مواصفات لا يحملها سواه وأوضح الرباعي في تصريح صحفي أن الكتل السياسية تنتظر منهاج عبد المهدي الحكومي الذي بموجبه تتحدد الأولويات لديه لافتا إلى أن الصادر منح عبد المهدي عاما كاملا لكي يطبق البرنامج الحكومي الذي أمده أربعة سنوات والذي لا بد من أن تتبين خلال سنة واحدة ملامح تطبيقه ورؤيته